السلام عليكم ان شاء الله ده هيكون يونيت 8 لسن 3 وركز بقى معي علشان اللسن ده بيتكلم عن الفراعنة وشغل كبير قوي ساعدتك فلازم تبقى مركزين ومصحصحين كده يلا بينا نشوف الكلمات الاول طيب عندي طبعا فيه عالم في الكيميا وعالم في الفلك وعالم في الفيزياء وعالم في الكلام ده كله عندنا بقى حد عالم في الاثار بيبقى عارف بقى عن مصر القديمة والاثار بتاعتها بالكلام ده كله فعالم اثار يعني اركيولوجست براحش ان ده كلمة طويلة سوايب اركيولوجست 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 طيب بعد كده عندي كلمة مقبرة اللي كان الملوك لما كانوا بيموتوا بيحطوهم فيها اسمها توم 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 وأول ما تلاقي امي مع البي فالبي سايلنت زي كلايم يتصلك موضيش كلايم ب طيب كوم كوم لوه مشت او يسرح كوم زي بلامر با 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 بلامر 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 يعني ايه سباك السباكة فقاول ما تلاقي امي مع البي البي سايلنت طبعا فيه كلمات ش絘ه كلمة كوكمبر هتقول الامي مع البي فيه كلمات شزة تبعها عارف انها مع الممارسة مع الوقت الطويل تبع عارف ان البي هنا بتتنتق عادي وهي قبلها ام ولكن معظم الحالات هتلاقي ان الامي مع البي البي سايلنت زي طام طام مقبرة طيب بعد كده عندي ذهب ذهب يعني جولد جولد طيب زمان كان عندهم فكرة ان بعد ما تموت بيبقى في حاجة اسمها بعد الحياة وده هنعرفه اكتر في الريد ان ليرن اسمها افتر لايف افتر لايف افتر لايف طيب بعد كده النموذج اللي قتلك عليه في اللسنز اللي فاتت يعني مارل 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 وتمثال يعني ستاتشو ستاتشو مانجوشات او الرسومات ستخطى في المعابد اسمها اوub بايتينز 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 طيب المعبد اللي بيكون فيه التماثيل اسمه temple بابب病 تامبلا طيب بعد كده عندي ابو الهول اسمه سفينز طيب بعد كده عندي كلمة فرانة بالانجلس يعني فارو جمعها فاروز 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 زمان كان في حاجة اسمها المصريون القدماء الناس اللي عاشوا من كام الف سنة دول بيثمهم بالانجلس كده انشنت ايجيبشينز انشنت 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 بس السيانة اتناتها ازاي شين عشان جيبعدها تو باول او ما تلاقي حرف السي جيبعد دي تو باول هتنتقوا كده زي انشنت ايجيبشينز انشنت ايجيبشينز انشنت ايجيبشينز انشنت ايجيبشينز طيب مشهوري يعني famous أو popular هام أو مهم يعني important لو صعب عليك خليها important كوي يعني powerful مفصل يعني بالتفصيل اسمها detailed دولة حرة اسمها hot country معادن ثمينة وتكلمنا عليها مرتين معادن يعني metal وثمين يعني precious لما كلمنا عن المجاهرات اسمها precious metals لو كلمة metals صعب عليها metals الزجاج الملون اسمه colored glass ولو جماحت كلمة glass هتبقى نظارة هتبقى glasses خلي بالك glass بتتعامل مع عاملة المفرد دايما glass is glass was glass has خلي بالك طيب فني يعني art الحياة اليومية اسمها daily life يبقى على قيد الحياة أو يبقى يعني اسمها survive 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 ميموتش يعني survive يعتقد أو يؤمن يعني believe 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 اشياء طبعا يعني things أو objects ثاني objects 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 وقارب يعني boat 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 مثلة عايز اقول مثلا انا بحب الفواكه مثلة المانجا والبرتقون مثلة يعني such as such as such as such as طيب بقى كابلي علاوة على ذلك اللي هو هو ايضا يعني اسمها as well as as well as طيب من الاف السنين من زمان قوي thousands of years ago thousands of years ago قلت of مش off ان الاو مع الاف تنظر of اما او اف اف off يبقى دي thousands of years ago لفترة طويلة يعني for a long time for a long time for a long time for a long time في كل نحاء العالم يعني في العالم كله اسمها all around the world all around the world او all over the world all over the world بس around هي اللي عندك في المناحة حجمة او مقاس يعني size 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 وتقريبا يعني nearly nearly لو حاجة ضغمة اسمها in arms in arms او huge huge والاتنين صح طيب دي كانت الكلمات تعال بقى نشوف ال definitions التعريفات يلا بنا اول حاجة معايا هي الarcheologist او عالم الاثار تعريفه ايه بالانجليش بيقولك هو a person هو شخص who studies artifacts to learn more about the past هو شخص بيدرس اكتر عن الطحف الفنية والحاجات القديمة دي علشان يعرف اكتر عن الماضي ويتعلم اكتر عن الماضي فييجي بقى شرح لنا الاثار والتاريخ والكلام ده كله طيب بقى كنا عندي المقبرة ايه تعريف المقبرة بالانجليش a place مكان to put people بنحط فيه الناس who have died اللي ماتوا ده تعريف المقبرة بعد كده عندي gold ايه هو الجولد الذهب تعريف الجولد ايه بالانجليش an expensive metal an expensive metal هو عبارة عن معدن غالي for jewelry بتعمل بيه المجوهرات او الاشياء اللي من هذا القبيل يعني او الحلية بقى المجوهرات والحاجات الغالية جدا and other objects بتعمل بيه مجوهرات وحاجات تانية طيب بعد كده تعريف ال after life او ما بعد الحياة او دي كانت الافكار اللي عند الفراعنة زمان بيقول لك يا ideas كانت عبارة عن افكار about what happens after life عن ايه اللي يحصل بعد ما نموت ده تعريف ال after life بعد كده الموضل تعريف الموضل وخلي بقى هنا تعريف الموضل غير lesson اللي فات تعريف الموضل هنا او النموذج هو بيقول لك هو عبارة عن a small statue تمثال صغير or objects او شيء مش شرط يبقى تمثال هو ايه زي ما بتقول لك قبل كده ان هو تصغير الحاجة كبيرة وتصغير لها عشان نعرف الحاجة دي تطلع عاملة ازاي هنا بيقول لك small statue تمثال صغير or objects that looks like a real thing ويكون شبه الحاجة الحقيقة بالضبط ده الموضل بعد كده عندي the statue او تعريف التمثال ايهو the statue بالانجليش يقول لك a carved or cat figure of a person or animal especially one that is life size or larger هو عبارة عن حاجة منحوطة او مظبوبة بتقول لاما الانسان اما الحيوان وبيكون ياما في حجمه الطبيعي ياما بيكون اكبر شوي ده تعريف الا statue بعد كده بيقول للمعبد ايه هو تعريف المعبد a building هو مبنى devoted to the worship موجود بس او مقرس او معمول علشان العبادة زمان كانوا كانوا بيعبدوا فيه بقى التمثيل والحاجات الغريبة اللي كانوا بيعبدوها زمان دي طيب بعد كده بيقولي الرسومات او المنكوشات ايه هي pictures and figures figures انا ليها معاني كتير جدا ممكن تبقى رموز او ارقام او رسومات او ايه ليها معاني كتير تقولك ايه هي pictures and figures found on the walls كانت موجودة على الحيطان of ancient tombs وايه كانوا موجودين على الحيطان وعلى جدران المقابر القديمة بتاعة مصر الفرعونية طيب and temples والمعابد يبقى الحاجات اللي كانت انقشائل الحاجات المنكوشات والصور والرسومات والحاجات كانت منحوطة على الجدران المعابد والمقابر هي دي يبقى عليها paintings ده بالنسبة لمصر القديمة لكن لو احنا في معرض paintings ستبقى الرسومات اللي على الحيطة يعني كلمة paintings بتتعرف على حسب المكان اللي هي موجودة فيه بقى كانت تعريفة الفاروز او الفراعنة the rulers in ancient Egypt هم حكام مصر القديمة كان اسمها هم الفراعنة طيب اما بقى الناس اللي كانوا عايشين بقى الوقت ده كلهم عليهم ancient Egyptians المصريين والقدماء اما اللي كانوا بيحكمهم المصريين والقدماء دول الفراعنة اللي هم the rulers in ancient Egypt اللي هم pharaohs طيب بعد كده عندي precious precious يعني غالي بتعريفه كده of great value يعني اي حاجة ليها قيمة عالية تبقى precious غالية ثمينة طيب اخر حاجة معايا powerful powerful يعني قوي وده تعريفه having great power or strength يعني اي حد عنده قوة ببنو عليه powerful تمام كلمة power strength اثنين نفس المعنى ومعناها قوة ودي كانت ال definition اللي مابودة بعد كده هندخل على read and learn يلا بينا ركز بقى معايا عشان هكلمك اكتر في read and learn ده عن الفراعنة والقدماء المصريين والكلام ده كله اول حاجة مديني السورة دي بيقول ancient Egyptian art is famous all around the world بقولك الفن المصري القديم ده فن مشهور في جميع انحاء العالم يعني الناس كلها في اي حتة يعرفوا عن المصريين الكودماء والفراعنة والفنون اللي كانوا بيعملوها زمان today النهاردة we can see paintings النهاردة نجد نجوف الرسومات والنقشات بتاعتهم sculptures والتمثيل المنحوطة jewelry والمجوهرات and other artifacts وكمان الطحف الفنية اللي القديمة بتاعتهم from thousands of years ago من آلاف السنين كل ده موجود طبعا في مصر القديمة كيف يقول there are many statues and paintings in ancient temples دي بيكون في رسومات كتير وتماثيل كتير في المعابد اللي عندنا زي زي ما قلت لك المعابد ابو سيمبل طيب because ليه بقى التماثيل دي لسه موجودة بالرغم ان هي من آلاف السنين هيقول لك هاو because ايجيبت is a very dry country عشان مصر بلد تقصها يعني كان جو dry ما هواش فيها بقى سيول ولا فيها جليد ولا اي حاجة تأثر على الحاجات دي فالحاجات دي فضلت survive أو فضلت لسه موجودة لحد دلوقتي عشان مصر ايه is a very dry country بلد جافة ايجيبت is a very dry country the paintings and statues have survived for a long time عشان كده التماثيل والرسومات دي فضلت عايشة أو فضلت موجودة لحد دلوقتي وعاشت آلاف السنين أو وقت طويل جدا طيب بقى كده بيديني سورة دي بيقول العلماء الآثار كده هيتنفعهم بقى وهيبقوا محتاجينها لما يصحوا تاني في اللي هو ما بعد الموت بقى في الحال هي after life في حاجة تسمى بعد ما بيموتوا هيروح بقى هم كانوا معتقدين ده حقا ماناش دعا بالكلام ده هم كانوا معتقدين كده ان هم بعد ما بيموتوا هكون عندهم حاجة تسمى after life فلما بقى يصحوا تاني من الموت هياخدوا بقى التحف والرسومات والبينتينج بتاعتهم والتماثيل والكلام ده فهيبقوا محتاجينها بعد ما يصحوا تاني بقى كده بيقول وكمان كان فيه نماذج من القوارب بتاعتهم نماذج صغيرة كده كانت بتوررين يعني القوارب اللي كانوا بيستخدمها الزمان اللي كانت عاملة ازاي وكمان مودلز او نماذج للحيوانات ومش بس كده للبيبول كمان للفراعنة كان فيه منهم نماذج طيب وحاجات كتير قوي كانت موجودة عندهم في الحياة اليومية عاملين منها نماذج وكل ده تقدر تشوفه في المتائف على فكرة يعني لو رحت مثلا المتحف المصري هتلاقي النماذج من الحيوانات اللي موجودة ومن الفراعنة ومن الالات الحربية اللي كانوا بيستخدموها والحاجات اللي هو ما كانوا بي موجودة في الحياة اليومية بتاعتهم كانوا عاملين منها نماذج صغيرة تقدر تشوفها وتعرف كانوا زمان كانت عاملة ازاي بكرة بيقول لي الرسومات في المقابر دايما أو كانت يعني بتعرض لك ايه بقى سويد سور كمان بيتوريك ان الشخص ده بعد ما هيقوم تاني موته هيبقى عامل ازاي طيب بكرة بيقول النهاردة نقدر نشوف بعض من الحاجات اللي موجودة دي اللي نستطيع لك علي في المتاحف وكمان نتعلم اكثر عن الماضي المصريين القدماء عملوا تماثيل ضخمة زي تمثال رامسيز الثاني تمثال ده كبير جدا ضخم يعني تبقى انت بواسط له عامل كده من كتر ما هو كبير such as the statue of رامسيز والعلامة اللي هي الوقت كده دي رقم اتنين باللاتيني هتلاقي كلمة رامسيز وبعدها حرفين دي معناها التاني يعني رامسيز the second في المعبد ابو سيمبل بص بيقول لك بقى وصف التمثال ده عاملت ازاي they are nearly 20 meters tall ده طوله حوالي 20 متر ده كان احنا اطول واحد في البني ادمين هتلاقي مثلا اتنين متر اتنين متر وشوية ده تمثال طوله 20 متر يعني عشر اضعاف اطول بني ادم موجود على الدنيا كلها بعد كده عندي بقى the great sphinx طبعا تمثال ابو الهورك اللي انا عارفيني اللي موجود في الارامات بص بيقول لك ايه is nearly 73 meters long اه بس خلي بالك ده ده طوله 73 متر بس ده long هتديك معلومة سريعة جدا لما اقول ان التمثال ده 20 meters tall فده طويل كده اما ابو الهول مش طويل كده ابو الهول طويل كده ابو الهول طوله 73 متر بس بالعرض اما تمثال رمسيس التاني طوله 20 متر بس بالواقف كده عمودي كان اتفقنا فطول ابو الهول طبعا 73 متر بالعرض دي حاجة ضخمة جدا طبعا لو رحت الارامات هتشوفوا حاجة جميلة جدا بس انت بتصورت ومعامل كده كانك بتبوسر بلهولي طيب بيقولك The side of these sculptures ان حجم التماثيل دي made them very important and powerful خلاهم تماثيل مهمة جدا وقوية جدا 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 طيب بقى كانوا يديني الصورة دي بيقول small sculptures ان التماثيل الصغيرة and artifacts والطحف الفنية القديمة كانوا معاملين برضو يعني مش بس كله حاجات كبيرة كده ضخمة لا ده كان فيه حاجات صغيرة بقولك these were very detailed and beautiful وكمان كانت مفصلة حلوة قوي وجميلة جدا 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 فيها تفاصيل جميلة جدا جدا Egyptians المصريين used ايه ايه استخدموا ايه precious metals معادن غالية زي ايه قلتلك زي الجولد زي الذهب precious metals زي ايه قلتلك ها such as gold زي الذهب لسه ايه لك من شوية يبقى المصريين القدماء استخدموا في الحاجات دي معادن ثمينة وغالية جدا زي الذهب طيب as والاز وعلاوة على ذلك وايه كمان وايضا يعني wood والخشب and colored glass والزجاج الملون يبقى المصريين القدماء استخدموا ايه gold دهب wood خشب colored glasses قلتلك قبل كده ان كلمة glass colored glass يعني الزجاج ملون بس بيقول لي ايه ان التحف دي were often colorful كانت لها الوان كتير ملونة colorful يعني ملونة وكمان ملونة الوان زهية الوان جميلة colorful the most popular colors اكتر الوان كانت مشهورة ساعتها blue كانت الازرق red والاحمر green والاخدر black and gold والاسود والذهب بس كده بس يا سيدي ده كان الدرس بس يا سيدي ده كان الدرس كده قلنا الكلمات تعمل homework بتاعك وتستنى اللاسن اللي بعد كده سلام بس